موسيقى 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 تيد العاصر لا يشربوا غير الداصر بمعنى رأم خدامين بمعنى المغاربة اليوم في صراعهم مع القوت اليومي واللوكيين كتوا على الواقع وهي الانتقادات والشكوى لجوزات المواطنة البسيط وشبكات التواصل الاجتماعي وصلت الثال عند بعض الفنانة وركم تباتوا والتراك الأخير المصدر اليوم وصبح له صوت وطني بالدولي للرابور المغربي ديزيدروس والذي يحمل دروس لا نقول مشفارة كما يدعنا البعض وإنما واضحة وصادحة للسياسي المغربي هو يخاتبه بعقرني عقرني حقرني مفقرني مهمشني بمعنى سياسي اليوم هو الذي يتحمل المسؤولية دي الأوضاع اللي كيعيشوا المغربة اليوم ولكن المغربة طبعاً تفاعلوا معها تراك مع هالأغنية فالسأل هو أنهم لقوا ذواتهم ولقوا ورفاسهم طبعاً في المعاناة اللي كيستعرضها ديزيدروس سؤال اليوم واش الفاعل السياسي قادر باش يخرج من الفقر السياسي اللي كيعيش فيه واللي هو سبب الفقر الاجتماعي واللي ضحيته طبقة واسعة من الفئات المعوزة والمواطنين المقهورين نجاوبكم كندل جاوب عندكم لا أعتقد لأن فاقد الشيء لا يعطيه كما كيقولون المغربة كل خوخي ذوي عاديك دبا أجيونا نحللوا جماع دبا المغربة تعاقبت عليهم مجموعة من الأزمات خرجنا من أزمة صحية ديال الكوفيد وديال الحجر التبعات ديالها طبعاً هي أزمة أزمات اقتصادية واجتباعية دخلنا في أزمة سياسية انطلقت يوم 8 شتنبر 2021 حكومة بعد ما طلعت السقف ديال الوعود والانتظارات انتهت ببؤس وفقر سياسي غير مسبوق ما بقوش المغربة اليوم طبعاً في الوعود ديالها ولو يديهم على قلبهم غير تحفظ الكرامة ديالهم غير يتقدم على القفة اليومية ديالهم والأكلة المتوازنة ديالوليداتهم واش في خباركم ولينا في عاد حكومة الكفاءات على مشارف ثورة الجياء وخلال شهر فبراير زي ما شهر فبراير في واحد يوم عندهم زيته عيد الحب كنا كانت سنة والحكومتنا الموقارات تبين شوية على حب الوطن وترك أيضاً الحال المواطنين إلا أنها أبدعت مرة أخرى في جعل عيد الحب عيد القهراء والزلط وهضر كرامة المواطن اللي ينزف الدم في الشارع ولا حياة سليمة وليتي بازليهم اللي يتباز نحن في المعارضة يمكن مع مع النش مسؤولية ديالتدبيل الشأ العام ما كي جيناس الناس مردنا في عقلنا مردنا في صحتنا كيفاش كي يديروا هما كيفاش كي قدروا يحترسوا فوق الوسادة ويديهم الناس جوج حوايج إمامية اليوم القلب هذه اللي كان عندهم والله بغين وربما والله بغين فينا الخدمة زي ما اسمحوا لي ما عندي شيء قراءة خلو ما كان دلش أنتم ما عندكم شيء قراءة الخطير في الأمر أنه في الوقت اللي كتواجه فيه بلادنا هذا هو اللي اللي يحز في النفس الوقت اللي كتواجه فيه بلادنا يعني تحديات ومؤمارات من كل جهات وبعد إنجازات الديبلوماسية والريادية اللي كان وراءها ملك وشعب السياسات الحكومة إلا كانت لها نظرة سياسية وأنا أشكو في ذلك قتتتسببت في إحداث شرخ شرخ في الجبهة الداخلية والذي لا يتاور الخصوم في استغلاله لتوجيه السهام لبلادنا وهذا أمر خاطئ مئات الفيديوهات على منصة التواصل الاجتماعي لمواطنين مواطنات وصل لهم من الموصل العدم من بعد مقهرهم الغلاق ما بقواش قادرين يتقدون ديورهم فمريرت شفتول في الفيديو في مدينة مريرت الشعب كيغوت كيقول السلطات بغيت الخبز باش نحبس من الاحتجاج البرح الجمعة يوم الكسكسوب النسبة للمغاربة وفي حي بررباط في حي يعني في حي وحد الحي دي طبقة المتوسطة النساء عيالات هزينميكا فيها التقضياء جوج الفتات جوج بطاطات وجوج خيزوات بلا لحم وبلا تجاج الرسالة انتهى زمن القصعادية الكسكسوب سبع أخضاري انتهى مع هذه الحكومة المضحك هو أن السيد الوزير الفلاحة واللي هو إطار ديال الفلاحة ذو وزحيته كلها في الدهاليز ديال الوزارة وأشرف على البخطة الأخضر أثبت قد نقولها أثبت عدم كفاءته وأنه بعيد كل بعد بعيد كل بعد عن تدبير القطع من هذا الحجم صحفية كترح عليه سؤال لكم شتو الفيديو بسبب غلاء بعض المنتوجات الفلاحية وعوض أنه يتواصل مع المغاربة من خلالها ويشرح لهم ويفهمهم سبب ارتفاع الأسعار مثلا وإطبئنهم أن الحكومة مثلا غازي تأخذ تدابير لحد من ارتفاع الأسعار شف فيها باحتقار وبازدراء وزاز بحاله وحتاجوا كل مرة إلى انتبهتوا الفيديو بدوك يضحكوا وبقالهم ما ليس يصفقوا عليها زع مقام إنجاز غير مسبوق وفي الواقع سلوك غير مسبوق وصيد وزير خاص يعرف أن الصحفية المسؤولة على أمور كتهم المغاربة وتتعامل معها بذيك الطريقة راح حقرنا نحن كلنا كمغاربة ما حقرش صحفية بوحدة تالي أنها تتسول على أشياء كتهم مسائل كتهم القوت اليوم والمعيش اليوم المغاربة ومن هنا كي بن مستوى الآداء طبعا دي الحكومة الكفاءة واللي في الواقع تسمي الصحيح رغير الشهادات وحد صاحبي وحد صديق قال لك الشهادات شهادات ببعنا شي كي يشهاد في شي وصافي حتى الشهادات ربما نقاش آخر أما الكفاءة فاسمحوا لي واقعينا ما بينه ومنها غير الإحسان السيد الوزير وحكوماتهم قونا عسين حتى شعلات العافية 8 دي الحم وصلى 120 درهم الشارع كينغل مواقع التواصل الاجتماعي شعلة المواطن منهار يحتج عد ضربتهم الفيقة بل يوقعنا نعاسهم تقال لخصك تغوط بزاف وتبرح مزيان عاد كي تبرمو ما كيفيقوش عاد كي تبرمو ذالوا الاجتماع قالوا لنا قد نتخذوا إجراءات قد ننقصوا من رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسند اللحم باش نخفضوا التامان سبحان الله وده بشوفوا هذه العبات من هاركت رحنا عليهم هذه الإجراءات في المحروقات علش مدروهاش يك هاد الرسم كلها كددخل الخزينة دي للدولة علش اليوم صالحة والبارح كانت طالحة مختماش ولا الكرج دي الطنوبين مش هي كرج دي المواطن يعني دابا ولات الانتقائية والميزاجية ثم واحد مسألة أخرى قالها سيد الرئيس بنا أنا لأي مؤشر كتب شسرنا الحكومة بقرب نخفاض الأسعار مع شهر رمضان وزع ما كين غير رمضان غير رمضان هو دابا اللي كين دابا المغربة عندنا صقف واحد دي الحياة دي المغربة كنا دوي على رمضان ومدى عن الباقي شهور السنة ثم ما هي القيمة الموضافة لخروج سيد الوزيل في لحة بشي تفقد سوق الجملة مع الفجر لأخذ صور صباحية مشكلة مش هي دي مفزوغ دي الجملة سمحوا لي شتي شتي ال ما عشكوش نحتل كما يقول إنشتاين دكاء عنده حدود ولكن السداجة ما عندهاش طبعا المشكلة رح ماشي في سوق الجملة رح تقصيد ايضا في الليذة الفوضة وفي سلاسل توزيع وحنا كفريق حراكي وحنا كفريق حراكي وأكيد فرق أخرى في المعارضة ما عنديش الأرقام تقدمنا وحنا بتكم تسمعوا لي مزيان باش ما يقول شي حد رحنا عاكن زايدو ولا ركبين على الموجة ولا محاولة يضغضغة العواطف أبدا أبدا الحكومة تقول أنها لا تهضر حيث غير تخدم لا تهضر نحن متافقين تخدم الحكم رأي في الشارع اليوم كنسمعها الشارع يمكن اليوم صدر الحكم بلما ندخل عاوة يقول نحن نزيد خرجوا البرق وليتسمع الحكم اللي صدر الشارع وليصدر المواطنين أنا فقط نزيد شيء آخر ولا تسمع ولا تسمع ولا تسمع صمكة وسمعوا لي كيف نقول هذا الكلام تقدمنا بـ 21 طلب لعقد اجتماع اللي جان التي لديها علاقة بارتفاع الأسعار على جميع المستويات من القفة للمقاولة تقدمنا بـ 21 سؤال كتابي في الموضوع عباد الله تقدمنا السيد رسالة باسم الفريق الحركي السيد رئيس الحكومة يطلب منه إحداث لجنة اليقادة وتتبع أسعار المحروقات تقدمنا سمعوا هذا مزيان بتاريخ لماذا نقول لكم سمعوا مزيان حيث يقول أنت زيد لا نحن أنت زيد ولا نغوط نحن قوة وقت راحية نحن في غياب البديل نقدم بدائل وهذا وموضوع هذا حيث أنهم فشلين فشلين ونحن هذا هذه علم المغربة سنعطيكم عشر البدائل في المدى الآن والمدى المتوسط والمدى الباعد هي 30 إجراء وإذا تأخذوا منها ربما ستحلوا المشاكل ولكن المشكلة الحكومة تأخذها العزة بالإثم الفرق بينهم ما هو نحن ننتصر الوطن وموالك ننتصر الأغلبية كما قال السحر در الأغلبية رمشية للغلب الدليل هنج مال يوم شوفوا فين وصلت في 1922 بمعنى بستة شهور هذه تقدمنا بطلب عقد الشماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية حولها سمعوا مرة أخرى التدابير التي تعتزم والحكومة اتخاذها ضبط السوق الاستهلاكية ووضع لتسيب في الأسعار والاحتكار والأسباب المساهمة في ارتفاع المواد الاستهلاكية دعنا عليكم بالله لم يكن المبادرة لم يكن المبادرة وهذا ستشهور هذرنا عليه كون قلسنا هذرنا في ستشهور على هذر سنوصل لفضيحة التي وصلنا اليوم حتى توصل المغربي وصلت فيها العظم حتى المغربي يقول لك يغوط في الشارع حتى يقول لنا محشمين مع الناس سمحوا لي شي ما شي هذيك تخنى لكم الله دابا لا 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 لن نكون نحلي مشاكل دينا وايضا نلنا احترام دي المواطنين بلا ما يحسو طبعا بهذا القهرة وهذا الحجرة اللي حاسين بها اليوم خلاصة تعنت الحكومة للإنصات لمقترحاتنا والبدائل لأنه يقابله عجز وعدم امتلاك الحكومة لأي رؤية لمعالجة الاختلالات البنيوية اللي كتعاني منها الأسواق المغربية في جميع المواد والمنتجات وبدل الحلول قتلونا باش غير بالتبريرات وإلقاء المسؤولية على الآخر ماشيحنا هما اليوم أش كتقول الحكومة تكتفي بإلقاء المسؤولية على لجان مراقبة الغيش سمعوا تلوح المسؤولية على هذا اللجان نحن رأس شهور قلنا لهم راكين تاسيوب نوضو تحركوا ونزيدون هذه اللجان المراقبة لكي نكونوا موضوعين ومعندهم لإمكانيات ولا السلطة لكي يحاربوا أصل الداء اللي هما شبكات المضاربة والاحتيكار ومن المبكيات المضحكات مرحبا بسي جمال ومن المبكيات المضحكات طبعا أن هذ المحتكرين ما يقولون حقرتوا علينا غير نحن لماذا لم تكن لحكومة اللجان المراقبة لهم بالمحروقات لماذا تقول لهم لماذا يجبون هذا لماذا لم تكن لهم هذا اللجان أو هما هذا كلمهم أو هما يدعون الذي يريدون يريدون محروقات يطلع البرميل نصف سنتيم في ساعة المواطن يخلص ويزد عليه دقيقة ويقص بسنتيم ويقولون لك رمضان عن نسطق يزيد يخلص المواطن أخر تلت شهر خاق يبقى ماذا لدينا 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 المؤسسات لماذا سأقول لكم حتى رأي سيد رئيس خمساد المليار لدينا 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 المحروقات ودعم المازوت لدينا النقل ويقولون لدينا 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 حلقة مفرغة لدينا لا تكون صرامة ومعيش السيبة والفوضى والضحية هو المواطن لأن الحيث القصير لكل من من قصر في المهم لأن المواطن هنا هو الحلقة الضعيفة في ظل حكومة أضعف وعوض الترقيع والتبناد أمام عدسات الكاميرات العابرة كنا نتسنى من الحكومة إجراءات إصلاحية حقيقية في ظل هذه الأزمة الحكومة الدعية القطعة مع الماضي ومازال رأي الثاني البردوك دائما عندهم واحد الأسطوانة مشروخة بحل جمشي كوكب آخر هذا البلاد لم يكن فيها استمرارية لم يكن فيها مؤسسات لم يكن فيها حكومة 40 عام يأتي يقول لك نحن القطعة مع الليفات مزيان ومازال مع الليفات ومعتمد على النظام القانوني لأسواق الجملة من 1262 عباد الله القانون لكي تحكمل عن الأسواق الجملة هو قانون من 1262 أنا قطعة هذا هذا لعبات اليوم خاصة إصلاح هذا النظام الذي يصبح متجاوز هذه هو الإصلاحات الحقيقية اللي بناهم يتصرحوا خاصة معايير حديثة خاصة ندفتار تحملات واضحة إذا بغنا فعلا تصدي السلوخ للريع القائم اليوم واللي هو أصل كل هذه المشاكل الإخوان كما قال كما قال سيد الرئيس كما قال مقلقين ليس هنا في المعارضة أبدا ولكن لدينا الكبدة على البلاد لأن الأمر تتعلق باستقرار وأمن الوطن وهو فوق منطق الأغلبية والمعارضة ونقولها بصراحة هذه الحكومة عندها كل مقاومات النجاح هذا أقول لي الشعب المغاربة صوتوا عليها تقو فيها حسب ما تقول عندها رئاسة الحكومة عندها رئاسة البرلمان بغرفته عندها رئاسة جميع جهات المغرب عندها رئاسة المدن الكبرى في المغرب عندها رئاسة أغلبية المجالس الإقليبية وأغلب الجماعات وأبسطها قلتوا المغاربة سنخدموا أعطاكم كل شيء أنتم محيتوا لهم كل شيء قال لكم مع تبيعهم حويجهم ورواقنا بدوا فيها بدوا كيبع واحدة هي هذا العام الأول قلنا هذه ربما دهشت لي بداية أيها العام الثاني ما نقوله أرتبك النهاية أغلبية شيء لبن ما كيش شيء قراءة أخرى والحكومة كان نقول خليته الجمل الجمل بما حمل خليته للسلطات الثرابية هذا أخطر شيء للسلطات الثرابية والقوات الأمنية للقيام بدور الإطفاء كنا نصحب الحكومة عندها كما كيقول سيد دي أزمة تخطيط فإذا بها فقط تخطط للأزمة سمحوا لي راح المشي الوالي والعامل والقيد والباشع والكوميسير والبوليسي والمخزني هم اللي كيستروا السياسات العمومية الحمد لله المغاربة وعيين بهذا الشيء وعيين بأن الأمن والاستقرار هو أكبر نعم كيما كيقول المغاربة الحر بال لكم عارفين وقبل الختام نقطة أساسية هم المغاربة الأخضر وهو مجرد سؤال اليوم واش عندنا الجرأة باش نعترفه بفشل هذا المخطط اللي موفرش دينا كمغاربة الحد الأدنى من الاكتفاء الذاتي هذا الشي بلا من هذا العلم خزون استراتيجي كنك فقط نصدر الماء في الوقت الذي أصبح فيه طبعا الريهان الغد في العالم هو الموارد المائية ومازال زيدين فيه قالها السيد الرئيس هذيك النهار جاي من الغرب ما بين على المسافة ديال 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 دقائق بثمانين كيلومتر في الساعة ديال ما سوف نقول لكم قلنا بطاطا نقصت وطلعت بطاطا التي كانت في غير مبقات بلست بلستها لا غابات ديال غابات ديال اللي يجبنا تنظر المغاربة دخلنا عليكم لا 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 ما لا 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 يجب أن يحتوي على ألف دلم اللي قد على ما قد على أعطي التساة ولكن هناك أساسيات كالضيارية المدينة ما هي خباركم كيلو دلافوكا؟ سأعود أن أذكركم بكيلو دلافوكا ما هي مستهلك؟ مستهلك مئتين إطراو مئتين بودزا ديال 5 إطراو مئتين بودزا مئتين بودزا لا تنسوا أن تفهموا المغاربة لا يمكن أن تقول متر مكعب و ألف إطراو مئتين بودزا ديال 5 إطراو لأن تخيلوا أن ترى واحد الضوار لا يوجد الماء و أقف قدام واحد بزبوز مئات عائلة هزا عشر يطروا أن تترب الماء شد مئات عائلة عباد الله هذا كل شيء يجب أن أعطينا كيلو ديالافوكا ما هذا الشيء الذي يدخلنا عليكم بالله ما هذا الشيء ما أقول؟ ما هو أن تصيبه في هذه البلاد؟ ما شيء ما شيء هذيك؟ كان بحوة وغوته و يسميونا خيبين و يسميونا أن ندروا معارضة من الأجل معارضة و يسميونا أن ندركبه على الموجة و يسميونا أن ندرها في البلاد روني قتلها في الأول و ربما أعتقد عليها بشكل كافي لا نتصروا التقندق هنا أو هنا نتصروا للوطن لأن الوطن فوق الجميع لا يصابه صافي لا ما غيريش نطول و قيل غيري مستقيمة أكيد لكي يمرض حق الله العالم أنا ما 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 بكيت فهواله وأكيد أنتم وراكم ما فهمين تشح هذا غير بالبناسبة أريد أن أتقدم بالتعازل الحارة لأسرة الضرق شاهد الواجب الذي وفته المنية عشيد عشية أمس أثناء قياده بالواجب المهني و ذلك طبعا لإنقاذ رجل بداوي من الأمطار التي تسبت في جرف السيارة دي لهم رحم الله الفقيد و أسكنه فسيح جنانه و رزق أهله الصبر و السلوان كما نتمنى شفاء العاجل للضرقية الأخرين لتصابوا أيضا حتى هم في هذه الحادثة و نتقدم بعزائنا الصادق والحار أيضا لأسرة الضرق الملكي جميعا بمركز النقوب سنكتفي بهذا القدر وسيكون هناك تقرير تركيبي ترقبه عند نهاية هذا النقاش لتقديم البديل الحركي وهو عشر توصيات تقترح الحركة الشعبية لحماية القدرة الشيائية للمواطن المغربي شكرا على الإنسان اشتركوا في القناة